الزمالك يعني فريق البطولة الزمالك يعني فريق المتصدر جدول الدوري حتى الآن رغم تعادله النهاردة إلا أنه بيفرق نططين عن صاحب المركز التاني اللي هو النادي الأهلي واللي حيجمعهم لقاء في منتهى الأهمية يوم 30 مارس وطبعا كله عارف ليه منتهى الأهمية أنه دايما دايما لقاءة النادي الأهلي والزمالك ليها طابع خاص هتقول للأهلي بأخذ الدوري قبلها ب3 أسابيع و4 أسابيع ويجي لعب الزمالك هقولك برضو اللي هو طابع خاص الأهلي والزمالك ماتش الواحده بالدوري يعني ماتش الواحده ملوش علاقة بالدوري ما بالك بقى وإنت الماتش ده تحديدا محطوط جوه جدول الدوري بجد يعني إيه محطوط يعني اللي حيكسب الماتش ده حيفرق معه كتير جدا يعني أنت بتتكلم لو الزمالك كسب الأهلي فهو بيفرق عن النادي الأهلي بخمس نقاط لو بتتكلم إنه الأهلي كسب يبقى الأهلي متصدر وبيفرق عن الزمالك بنقطة تعادل يبقى ظل الوضع كما هو عليه بس النقطة المهمة اللي الناس لازم تاخد بالها من دلوقتي وتبقى عارفاها كويس وحفظاها كويس اوعى تفتكر انه نهاية الدوري بتخلص مع يوم 30 مارس يبقى انت عندك مشكلة لو انت اهلاوي او زمالكاوي لو انت اهلاوي او زمالكاوي الدوري سيبك من الكلام اللي بيتقال بس تعالوا انفكر فيها سوا مع بعض وهقولك ليه هنفكر فيها سوا مع بعض وخلي جدول الدوري في ايدك عشان اقولك ليه انت لما تيجي تلعب يوم 30 مارس الاهلي والزمالك هيبقى فاضل كم ماتش على نهاية بطولة الدوري انت بتتكلم 13 ماتش من 23 ماتش من 34 ادي بتكلف 11 ماتش مسلا ولا حاجة اكتر شوية قالي شوية على ال 34 مباراة هل انت عندك يقين انه 13-14 ماتش اللي متبقيين او 11 ماتش اللي حيكمل فيه من نادي الاهلي او اللي حيكمل فيه من نادي الزمالك مش هيخسر منهم ولا نقطة تبقى عندك مشكلة اكيد يبقى محتاج تراجع حساباتك الدوري مسته السنة دي وانا متأكد من ده مش هيخلص مع ماتش القمة اللي جاي مش هيخلص مع 30 مارس ديك مؤشرات يديلك مؤشرات الزمالك لو كسب فيفرق شوية يديلك مؤشر بس اوعى تظن انه مش هيعطل الزمالك اوعى تظن انه الاهلي مش هيعطل بعد الماتش ده لو الاهلي كسب وبقى فارق عن الزمالك لسه ما راحش نادي الاهلي والعكس بالعكس ليه بقى انت النهاردة الزمالك بيلعب مين بيلعب المقولين الزمالك اللي هو فول تيم الزمالك اللي هو لسه صاعد فيه البطولة الكونفيدرلية بعد 3 ماتشات اخدهم يعني زي ما بيتقال كده زي ما الكتاب ما هو عايز لازم يعني نكسب الماتشين وبعدين جينا في الماتش الاخير اتعادل فزي ما الكتاب ما بيقول ازاي تصعد بعد الازمة اللي انت حطيت نفسك فيها فاذا كنا مقنين بدأ ومقنين انه الزمالك بعد كل ده بيجي النهاردة يتعادل مع المقولين العرب واذا كنا مقنين انه النادي الاهلي رغم قوة ورغم جمهورية ورغم الاداء الفني اللي انه بيعطل في الماتش من الماتشات فخليكوا دايما متأكدين انه بطولة الدورة عمرها ما تخلص على يوم تلاتين مارس بل بالعكس يوم تلاتين مارس هيحل الدوري اكتر من كده اه كمان والحكم مش هيبقى للاندية بس اللي فوق الاندية اللي تحت دي من شعبطة في نص نقطة حتشوف الاهلي زي الزمالك زي اقل فرقة هيبقى طمعان فيه باي طريقة والطمع هنا هيبقى نحلعب على النقطة لا تقاشت التلات نقطة يعني ما فيش احسن من كده وشفنا فرق كتير قوي بتتعامل عن المطشط دي في نهاية الدوري كده يعني كله هيبقى طمعان في الاخر عشان يقعد فحيشوف كل الفرق بانه هو حيموت نفسه حيموت نفسه قدامه فده جمال الدوري النهاردة المباراة كان فيها كلام تحكيمي كتير جدا الحقيقة جدل تحكيمي بين ضرباتك